وبالمراهنة على الزمن وإمكانية تقديم مبادرة حل شاملة لرئاسته الجمهورية والوزراء سواء بسحب فيتو التجديد لرئاسات الثلاثة أو التفاهم على مرشح تسوية في المنصبين مع الأخذ بالحسبان النتائج الإيجابية للحوارات بين التحالف الثلاثي والإطارة التنسيقية وحدوث انفراج لأزمة الانسداد السياسي عبر مبادرة ستصدر قبل عيد الفطر حسب ما يتوقع النائب فيصل النائلي بالمقابل يؤكد إدريس شعبان أن الحزب الديمقراطي لا يزال يتمسك بالتحالف الثلاثي كجهة ضامنة لحل المشاكل التي تمر بها البلاد نافيا تعرض الحزب لأية ضغوط لتشكيل حكومة العراقية الجديدة خلال زيارة الوبد الإيرانية برئاسة السفير السابق حسين دنائي إلى أربيل التي وصفها شعبان ضمن سلسلة المشاورات في العلاقات المتوازنة ويرى السياسي غسان أبورغيف أن المرحلة المقبلة ستشهد انسجاما بين القوى السياسية والذهاب إلى طاولة الاستحقاقات الدستورية لأن الاحتقان داخل المكونات ينعاكس على الإجماع الوطني والعكس صحيح أيضا ما يجعل من الاتفاق على الحلول خيارا استراتيجيا ترجمة نانسي قنقر